للحديث عن هيمنة إيران وميليشياتها في العراق والمنطقة ومآلات أصراع الدائر فيهما معنا عبر سكايب الأستاذ عبدالقادر نايل الكاتب والمحلل السياسي سيد عبدالقادر بداية مرحبا بك لو نبدأ من الخبر الذي أوردته رويترز عن سحب الحرس الثوري كبار ضباطه من سوريا عقب الضربات الإسرائيلية الأخيرة إلى أي مدى ترى أن إيران غير راغبة بالمواجهة مع الولايات المتحدة أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بك وبمشاهديكم الكرام من المعلوم تماما أن ما تفعله إيران حقيقة يؤكد تماما على الوصف الذي أطلق على أذرعها وعلى إيران أنهم أمة الجبناء لأنهم حقيقة رفعوا شعارات واسعة وصريحة بأنهم يناهضون الوجود الأمريكي وأسسوا لذلك ما تسمى بالمقاومة الإسلامية ما بين العراق وسوريا والآن يهربون من المواجهة في أقل تكلفة لذلك حقيقة عمليات سحب إيران لضباطها والتهدي التي أعلنتها بعض الميليشيات العراقية بمقدمتها ميليشيات حزب الله وهي أحد أذرع إيران تؤكد تماما على أن إيران تحاول تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى لكسب الوقت وتخفيف الضربات عليها من أجل إعادة مرة ثانية إلى دورها السابق في احتلال المدن في العراق وسوريا سيد أبو القادر في هذا الإطار الميليشيات الموالية لإيران في العراق البعض من المحللين يرى بأنها ستتراجع أيضا لسيما وأن هناك زيارة لقائد الحرس الثوري الإيراني جاءت خلال هذا التوقيت إسماعيل القراني إذا عملت ترى أو تتفق مع هذه الرؤية من المؤكد أن هذه الميليشيات تسعى لبسط نفوذها داخل العراق وهي تحاول إعطاء رسائل موجهة كما طلبت منها إيران سابقا وبالتالي زيارة قائد تهدف حقيقة إلى الحفاظ عليها ولا سيما قاعدتها العسكرية المتقدمة في جرف الصخر التي هي خارج سيارة العراق بالمطلق وهي منطقة محتلة وكان لو كان هناك حقيقة حكومة أو سلطات حكومية كما يدعي السوداني لأدخل الجيش الحكومي إليها تفاديا من صراعات كبيرة وتجريبا للعراق أن تكون أرضه أرضا للصراعات والصدام المحتدم القادم لكن حقيقة النوايا واضحة والانحياز لعسكر إيران واضح لذلك تراجع هذه الميليشيات وبالتأكيد بقرار إيراني بغية المحافظة على قدرتها في السيطرة على الدولة العراقية وسرقتها ونهبها والانحياز الكامل لها من خلال تهديد السلاح المنفلت بوجه كل السلطات الموجودة الحالية أو المرتقبة حتى يبقى العراق خاضع سيطرة إيران وبالتالي يريدون المحافظة على هذه الميليشيات من خلال هكذا قرار وإلا فإننا نتكلم عن 127 هجوم لم تستطع فيها هذه الميليشيات جرح أمريكي واحد عدا ما جرى في قاعدة التنف وهي منطقة خارج العراق هنا تتأكد فيها البصابات الإيرانية التي استخدمت فيها طائرات مسيرة وبتنقيتات محددة مما يؤكد تماما على أن هذه الفصائل كانت أو الميليشيات كانت حقيقة تسعى فقط ليعطاء رسائل من أجل التفاوض وانتزاع ما تريده إيران من أمريكا كاستمرار تصدير النفط أو الغاز العراق كأطلاق بعض الأرصد المجمدة وبالتالي عندما أرادوا استهداف جنود في التنف تدخل الحرس التوري الإيراني نحن نتكلم هنا عن الخوف والواضح تماما وعدم القدرة إذا ما وازلنا ما بينها وما بين المقاومة العراقية الحقيقية التي كانت تقتل الأمريكان وتدفن في أمريكا مئات الجنود يوميا أو شهريا وبالتالي لم تستطع التراجع بل بقت صامدة مصممة في مقاومتها وهنا حقيقة يعكس الفرق بين هؤلاء الذين يدعون أنهم مقاومة يكذبون زورا وبهتانا على هذا الاسم الكبير سابقادر وزير الدفاع الأمريكي لويد إستون يقول إن بلاده سيكون لها ردا أو رد متعدد المستويات على الهجمات التي طالت القوات الأمريكية في المنطقة أي سيكون هناك رد على الميليشيات الموالية لإيران على النفوذ الإيراني ولكن هنا السؤال إذا كانت الولايات المتحدة تملكوا من القوة العسكرية وتملكوا ما تملك وشاهدنا ما جرى في مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ما الذي يجعل الولايات المتحدة الآن تهدد بمستويات متعددة وسنقوم بالرد وسنقوم بتذاير أولا أمريكا تعلن أنها أيضا لا تريد الدخول بصراع مع إيران بمع معنى أنها تريد استخدام إيران في المنطقة كبعب يتم فيه إحراق أو إصدار الورقة الطائفية وبالتالي تدمير بعض المدن كالعراق وسوريا لصالح الكيان الصهيوني هذا يؤكد أنهم لا زالوا يستخدمونهم وبالتالي عدم إنهاء هذه الميليشيات بشكل واضح ولا سيما لعازل حكومة السوداني بأن تكون هناك عملية عسكرية لأخذ واستعار الجرف الصخر يؤكد على أنهم أيضا يريدون بقاء هذه الميليشيات ربما سيقتلون بعض القادة أو يوجهون ضربات عسكرية لامتصاص الغضب الداخل الأمريكي لأن هناك غضبا أمريكيا وهناك دعاية انتخابية مبكرة وبالتالي أيضا بايدن محرج من هذه القضية لذلك أيضا يريدون أن تكون الصراع أو التصعيد محدود بهذا الإطار شكرا جزيلا أستاذ عبدالقادر أنها إلى الكاتب والمحل السياسي ضيفنا عبر سكايب